زيارة الصين تساؤلات تبحث عن إجابة وتحذيرات من عواقب سياسية عاد عاد العبد المهدي من الصين وبجعبته اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمشاريع تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار اتفاقيات تمتد لعشر سنين في حال تهيئة الظروف المناسبة والبيئة النظيفة من الفساد الإداري تساؤلات كثيرة أثيرت حول الزيارة وأبعادها اقتصاديا وماليا وحتى سياسيا خاصة في ظل حراك شركاء عبد المهدي للإطاحة به ضمن نهج التسقيط بين الفرقاء والقفز من مركب على وشك أن يغرق في مقدمة هذه التساؤلات هو مدى إمكانية تنفيذ هذه الاتفاقيات والمشاريع التي تم الاتفاق عليها مع عجز كبير متوقع في موازنة عام 2020 والذي يصل إلى 72 تريليون دينار عراقي واقتصار الجزء الأكبر منها كما هو الحال فيما سبقها على الجانب التشغيلي المتعلق بالرواتب ونفقات الدولة الأخرى دون إعطاء الجانب الاستثماري سوى جزء بسيط منها خبراء اقتصاديون حملوا الحكومة مسؤولية ارتفاع معدل العجز وزيادة الاعتماد على النفط موردا رئيسيا وحيدا خاصة مع إقدامها على إلغاء رسوم تأشيرات الدخول لأكثر من خمسة ملايين إيراني كانوا يدخلون البلاد سنويا ويدفع كل منهم 40 دولارا إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الجوار بخصوص رسوم الجمارك بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط وفشل وعود الاكتفاء الذاتي من الغاز بشكل سمح بالاستمرار بالشراء من إيران عوامل وأدلة كلها تشير إلى أن العام المقبل ومثل الأعوام المنصرفة سيكون صعبا على العراقيين الذين يعيش أربعون بالمئة منهم تحت خط الفقر هذه الحقائق والتوقعات المبنية عليها دفعت اللجنة الاقتصادية النيابية إلى مطالبة عادل عبد المهدي بتقديم تفسير مقنع وإضاح عن إمكانية تنفيذ هذه الاتفاقيات في ظل المعطيات الموجودة على أرض الواقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي قال بصريح العبارة إن الجميع تفاجأ بتصريح مكتب رئيس الوزراء بشأن توقيع الاتفاقيات مع الصين هل يدفع المبلغ نقداً أم مقابل نفط أو استثمارات في ظل عجز مالي بالموازنة المقبلة وصفه البعض بالكارثي سياسياً أيضاً حذر اقتصاديون من العواقب ورجحوا توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن مستندين في ذلك إلى أن الصين وأمريكا على خلاف قوي وبينهما حرب اقتصادية كبيرة وتساءلوا إن كان بإمكان العراق مع اشتداد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن أن يكون موطناً للسوق الصيني ترجمة نانسي قنقر